يا معشر المسلمين خذي لأبو ختادة أقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه برد أبي ختادة قط به مشركا لتعرف أنه هو من قتل يا رسول الله إنه ابن عينا يا رسول الله إنه ابن عينا أتركوا إخوانكم إلا إلا يا عم إلى الحبشة وماذا في الحبشة أفكر في الرحيل إلى الحبشة والعيش في جنف النجاش ويحك ماذا دهك والله إنك لبيون يا خالد وأنا لنا أن أدرك أنا وأنت إنما نقاتل رجلا لا يغلب لا يغلب لا أعرف ماذا أقول لك يا عمر لا تقول شيئا لا تقول إنني ذاهب إلى الحبشة إلى أن ينقضي الأمر بين محمد وقريش مع أنني واثق أن نظر له لا أراد لأمره أحد لا أراد لأمره أحد لماذا يا عمر لأنه نبي يا خالد نبي وأنا لنا أن ندرك ذلك خالد إن أحلام قومك لا تتعدى مكة وجوارها ولكن دعوة محمد للدنيا كلها للبشر جميعا أسودها وأحمرها وأبيضها وإن أرض قومنا لا تضيق بنا يا خالد تضيق عن أمالنا وأحلامنا فلنزدبر ونتفكر ما تتفكر يا حالي يا حالي يا حالي يا حالي ما للفتاة ماذا دهاء هذا وراء فارسي محسوب وفي هذا العام من شعبان في السنة السادسة للهجرة وصلت أنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبائل بن مصطلق تحالفت مع بعض القبائل المجاورة واجتمعوا عند ماء المريسيع للإغارة على المدينة المنورة يقودهم الحارس بن درار سيد بن مصطلق انطلق رسول الله بجيش من المسلمين إلى ماء المريسيع واستعمل أبا ذر الغفاري على المدينة ودار قتال بين الطرفين نصر الله فيه نبيه وعاد بالغنائم بعد أن فر بن المصطلق إلى الجبال والتلال المجاورة وقد أظهر الله لنبيه بعد هذه الغزوة ما كان من أمر المنافقين وما فعله عبد الله بن أبي بن سلول عندما قال أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأزل وعندما طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله بما قال أجابه الرسول الكريم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا صلى الله عليك يا رسول الله ما أحلمك وما أكرمك ما لعمر بن العاص قد جاء الحفشة مرة أخرى وهو يحمل الهدايا للنجاشي تخوفت من قدوم عمر بن العاص يا خالد إنه لداهية وإنه المتخوف من أن يفتن النجاشي ويحرفه عننا فيسلمنا إلى قريش لا تخشى هذا يا خالد فما الملك النجاشي إلا أخ لنا في الدين وها هو قبل أيام قد استقبل مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري وهو الذي دفع مهر أم حبيبة لتكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين بعد أن طلقت عبيض الله بن جحش بارتداده عن دين الإسلام ودخوله في النصرانية أرجو الله يصيبنا إلى الخير يا جعفر قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لها مرحبا مرحبا بصديقي عمر القرشي بماذا أتيت أتيتك برجاء قل قل يا عمر يا جلالة الملك يا ملك الزمان تعرف ما بيننا وبين ذلك الرجل عني محمد الذي يقول عن نفسه نبي ورب الكعب إن أموره تعلو علوا منكرا ويتبعه الناس من قبل العرب جماعات وقبائل وأفراد وقد رأيت أن نلحق بك أنا وبعض أصحابي فإن ظهر محمد على قومنا نكون عندك أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد وقد رأيت رسول محمد عمرا طمري خارجا فلو أعطيتني إياه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا ويه لك يا عمر ذهبت نفسك يا عمر ماذا جنيت على روحك ورب الكعب لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك إياه ويه حك ويه حك دعوني وعمرا وحدنا هيا ويه حك يا عمر فأنا أسلمك موفد رسول الله تضرب عمق تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه النموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله أهوى كذلك بلى بلى والله أطعني يا عمر واتبع نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه والله لا على الحق ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فراعون وجنوده ها أتبايعني يا عمر بلى والله ابسط يدك بعد غزوة بن المصطلق جاء الحارث زعيمهم ليفتدي الأسرى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعيرين احتبسهما بالعقيق شكرا